ثالثا أساس الترقية بالأقدمية والكفاءة تعتمد هذه السياسة على ضرورة وجود حد أدنى من الأقدمية لكي يسمح باختيار الفرد للترقية بمعنى إذا ما توافر الحد الأدنى من سنوات الأقدمية لدى أكثر من موظف يستحقون الترقية تتم المفاضلة بينهم على أساس الكفاءة أما عن النقل فهو يعني تحرك العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى على المستوى التنظيمي نفسه وبأجر متشابه لحد كبير وبأدنى تغيير في الواجبات والمسؤوليات التي تحتوي عليها كل من الوظيفتين تدريب وتنمية القوى العاملة يمكن تعريف التدريب بأنه الإجراءات المنظمة التي يتعلم الفرد خلالها معرفة أو مهارة أو كليهما من أجل غرض معين بمعنى آخر فإن التدريب عبارة عن البرامج الرسمية التي تستخدمها المنشآت لأجل مساعدة العاملين على كسب الفاعلية والكفاءة المناسبة على القيام بأعمالهم الحالية والمستقبلية من خلال تنمية قدراتهم الفكرية والعلمية وأيضا إكسابهم المهارات والمعارف والاتجاهات بما يناسب تحقيق أهداف المنشآت وحتى يكون النشاط التدريبي نشاطا متكاملا ينبغي أن يتضمن التدريب مراحل معينة تتضح في الشكل التالي أولا اكتشاف الحاجة للتدريب ثانيا تحديد الاحتياجات التدريبية ثالثا تصميم البرامج التدريبية رابعا تنفيذ البرامج التدريبية وخامسا وأخيرا تقييم برامج التدريب تقييم أداء العاملين وهو عبارة عن التقييم الدوري لأداء الفرد على وظيفته ومدى اتجاه قدراته وإمكانياته نحو التقدم ويفيد تقييم الأداء لاستخدامه في أغراض إدارية قد تتعلق باكتشاف الحاجة للتدريب أو الحكم على مدى صحة وفاعلية بعض سياسات الاختيار والتعيين وكذلك توفير المعلومات المختلفة على العاملين وعن المنظمة التي تساعد في عملية التخطيط للقوى العاملة ويساهم التقييم في رسم السياسات المتعلقة بمنح العلاوات والترقيات وتنمية الفرد وتحديد مساره الوظيفي ولأجل تحسين تنمية فاعلية تقييم الأداء يجب الأخذ بالاعتبارات التالية أولا الاعتماد على معايير عادلة في تقييم وتقدير الإنجاز ثانيا التوصل لمعايير مقبولة من كل من الإدارة والعاملين ثالثا استخدام أساليب تقييم متعددة رابعا مراعاة تحسين عملية تغذية العكسية للمعلومات المرتدة عن التقييم